اشهد سعادة دكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء بتوجيهات صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حول فواتير الكهرباء والماء وأكد سعادته أن الوزارة ستنفذ توجيهات سموه باحتساب فواتير هذا العام لحسابات المواطنين بالمسكن الأول لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس وفق فواتير نفس الفترة العام الماضي إذا كانت أقل من السنة الحالية ورحب سعادة الوزير بأوامر سموه إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق في آلية احتساب فواتير الكهرباء والماء لحسابات كافة المشتركين من المواطنين في مسكنهم الأول حساب واحد والأفراد والمؤسسات وقال سعادته أن هيئة الكهرباء والماء تثمن هذه الأوامر والتوجيهات التي تصب في صالح المواطنين وأشار الوزير ميرزا إلى أن وزارة الكهرباء والماء مستمرة في تطوير خدماتها التي تقدمها للمواطنين في مختلف محافظات المملكة وتنفيذ الخطط والمشاريع الرامية إلى تلبية احتياجاتهم بما يحقق استدامة الموارد وتنميتها